قتل سوف يكونون بيد العدالة قريبا جدا وعود حكومية أطلقها رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي متوعدا للمجرمين وحملة السلاح المنفلت بساعة حساب قريبة فهل يستطيع الرجل تنفيذ ما وعد به؟ الواقع المرئي في العراق مؤخرا يؤكد بما لا يدعو مجالا للشك أن الكاظمي لا يستطيع أن يكبح جماح الميليشيات التي باتت الحاكم الفعلي بينما الحكومة ورئيسها مجرد منفذين للتفاهمات التي يتوافق عليها زعماء الأحزاب وأجنيحتها المسلحة والذين أصبحوا المحرك الرئيس للعملية السياسية بنهجها الطائفي في المنطقة الخضراء موقع المونيتر الأمريكي ذكر في تقرير إلا هو أن تصاعد حملة الاغتيالات لناشطين العراقيين والأسيما في البصرة يبعث برسالة مفادها أن الميليشيات ما زالت لديها السلطة خارج إطار الدولة وأنها قادرة على إدارة المعركة ضد المتظاهرين المنادين بعراق جديد ليس ذلك فحسب بل إنما شهده العراق في الأسابيع الأخيرة من تصعيد ميليشيوي على ناشط التظاهرات يعكس مدى الارتباط الوثيق بين هذه الميليشيات وبين بعض السياسيين الذين بدوا مديرين للمشهد من خلف ستار فمسلح الميليشيات لم يحتاجوا سوى لهجوم من رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي على المتظاهرين حتى يبدأوا حملة التصعيد الأخيرة ليحصدوا الأرواح الحاليمة بوطن يخلو من الفساد والطائفية وليعلنوا للجميع اللا حاكم في العراق سواهم ومن ورائهم نظام طهران الكاظمي إذن أضعف من أن يواجه هذا التحدي وما محاولته اعتقال عدد من أفراد ميليشيا حزب الله ثم تدخل الميليشيا حتى أطلق سراحهم في اليوم نفسه إلا دليل على ذلك مما يعني أن الشرط الأمريكي لدعم الكاظمي مقابل تحجيم دور الميليشيات لن يتحقق وبالتالي ليلقى الرجل الدعم الذي كان يأمله وبالنظر إلى التغتر بينه وبين زعماء الميليشيات فإن الكاظمي ربما لن يبقى في منصبه طويلا اشتركوا في القناة